بسم الله الرحمن الرحيم في موضوع قوانين المولارية والنورمالية وان شاء الله هذا الفيديو رح يكون تطبيق لمساء القوانين المولارية والنورمالية اللي اريد منكم بهذا الموضوع انه حفظ تعاريف المولاري والنورمالي والقوانين للمادة الصلبة والسائلة سواء كانت للمولارية والنورمالية بكل الحالتين قطيتكم عن القوانين وقلت لكم انه قانون المولارية بالحالة الصالبة اذا كان عندي مادة صالبة الويت على الموليكولار ويت والويت هو الوزن والموليكولار ويت هو الوزن الجزائي في الف على الحجم بالمل والنورمالية هو الويت على الكويفلينت ويت والكويفلينت ويت هو الوزن المكافئ في الف على الحجم بوحدة المل هذا اذا كان عندي المادة صالبة مثلا عندي انا او ايش هدروكسيد المغنيسيوم يعني لازم انتبه على السؤال المسألة اللي انطيني اياها واشوف شن المعطيات منطيني مادة سائلة او مادة صالبة حتى اعرف اتجاه على قوانين المادة السائلة او الصالبة الاكوفلنت ويت الوزن المكافأ طبعا اكو وزن مكافأ للقوانون للحامض والقاعدة والعامل مؤكسد ومغتزل والملح حسب المطيتكم اياه بالسؤال اذا انطيتكم حامض تروحوا ونطلعون الوزن المكافأ ويحتاجتوا طبقون قانون النورمالية فطلعون الوزن المكافأ الاغرامي للحامض اللي هو يساوي الوزن الجزية على عدد ذرات الهايدروجين او اذا قاعدة الوزن الجزية على عدد ذرات الهايدروكسيد وهكذا والقوانين كلها موجودة عددكم وشو رح تلكم اياها بالمحاضرة اللي فاتت بالنسبة لقوانين المادة السائلة اللي عندي ايضا في حالة النورمالتي تساوي السبسفك غرافتي في النسبة المئوية في الف على الكوفينت ويت والسبسفك غرافتي هو الكثافة النوعية او الوزن النوعي بينما المولارتي نفس القانون بس مجرد انه بدل الكوفيلنت ويت يصير عندي الموليكولر ويت اذا الموليكولر ويت الوزن الجزائي يرتبط به المولارية والنورمالية دائما ترتبط به الكوفيلنت ويت حتى يسهل عليكم حفظ القانون نطبق مسائل علي اوي شي عندي احسب حجم حامض الـ H3PO4 اللازم لتحضير محلول اثنين نورمالي في قنينة حجمية سعة اثنين وخمسين مل علما ان الوزن النوعي له 1.69 والنسبة المئوية 85% منطيني الاوزان الذرية الهايدروجين واحد والاكسجين 16 والفسفور 30.97 قبل ما اجي احل المسألة اشوف معطيات السؤال اش طالب من عندي قايل لي احسب حجم اذا الفيوان مجهولة اخليها على صفحة المادة منطينيها صالي بالوسائلة حامض الـ H3PO4 اذا حامض يعني مادة سائلة اذا اروع على قوانين المادة السائلة بعدين ورا ما حددت المطلوب ورا ما حددت المادة اللي عندي سائلة كانت ام صالبة اجي اشوف شنو التركيز الطالبة من عندي بالمولاري او النورمالي لان اعرف قوانين المادة السائلة هي بيها قانوني للمولارية وللنورمالية اللازم لتحضير محلول اثنين نورمالي اذا قبل حددت القانون مالتي اللي هو شقيت اثنين بالقانون النورمالية. طبعا الانوان منطينيها هي اثنين. خليها على صفحة. صار عندي شنو بالمعطيات? صار عندي الحجم مجهول. ومنطيني المادة السائلة مالي. فحددت انه اروه على قوانين المادة السائلة ومنطيني التركيز اللي هو بالنور مالي فعرفت انه يعني القوانين القانون اللي راح استخدمه هو النورمالي النورمالية ومنطيني الانوان اللي هي اثنين نص الحل من منطوق السؤال تقدر تفتهمه طاني اثنين اللي هو الانوان في قنينا حجمية سعة اثنين وخمسين مل اذن الحجم الثاني هو اثنين وخمسين الحجم الاول مجهول والحجم الثاني اثنين وخمسين مل منطاني الوزن النوعي اللي هو واحد بوينت تسعة وستين الوزن النوعي او الكثافة النوعية هي نفس الشي النسبة المائائية معلومة الطاني اياها اجي اطبق الحل مالي هسه صار عندي حل المسألة سهل القانون انا حددت النورمالي ساوي الإسبباسفك غرافتي في النسبة المائوية في 2000 على الإكويفلنت ويت الإسبباسفك غرافتي هو منطين اياها الوزن النوعيOUGH 1.69 النسبة المائوية هي 85% خمسة وثمانين قسمناها على مية ينطيني او بوينت خمسة وثمانين في الف على المادة المنطيني اياه شنو حامض قانون الوزن المكافئ الغرامي بالنسبة للحامض يساوي الوزن الجزائي على عدد ذرات الهايدروجين القابلة للإحلال فالوزن الجزائي قسمت على جقيد على ثلاثة لعين هو الاتش ثري بي او فور فعندي ثلاث ذرات هيدروجين طلع عندي ثلاثين وثلاثين بوينت خمسة وستين فطلعت النورمالية اللي هي الانتو نجي نطبق قانون التخفيف حتى احسب الحجم هو طالب من عندي الانوان هو منطيني اياها اثنين بالسؤال الفيوان هو مجهولة الانتواني هسا طلعتها من القانون منطبق قانون النورمالية والفيتو هو منطيني اياها بالسؤال الاثنين والخمسين مجرد سويت عملية حسابية طلع عندي اشقة الحجم المطلوب فلذلك قبل حل اي مسألة امن المسائل لازم تنتبهون الى منطوق السؤال وتحددون انه اني شنو المطلوب عدكم بالسؤال حساب النورمالية حساب مولارية حساب حجم بعد ما تحددون المطلوب يشوفون شنطيتكم اني بالسؤال مطلوب مادة صلبة ام مادة سائلة حتى على اساس تحددون القوانين اللي تتجهون الها اما تتجهون الى قوانين المواد الصلبة او السائلة زين كل قانون من القوانين المواد الصلبة والسائلة بيها نورمالية وبيها مولارية بعد ما حددتوا المادة مادتكم تجوون تحددون التركيز المطلوب بشنو بالنورمالية تحددون خلاص القانون مالتكم وتعرفون بالمولارية وتعرفون القانون ومالتكم بعدها تجون تشوفون من حجوم الحجم ثاني النورمالية الثانية حتى تقدرون انه تكابلون بقية حل السؤال وتطبقون المسألة ناخذ المسألة ثانية عندي احسب حجم حامض الخليك المركز الذي وزنه النوعي 1.4 ونسبته المئوية 80% في نص لتر عياريته واحد نورمالي في 100 مل باوع هنا عندي احيانا بالمسائل تجيني اشياء انا في غنى عنها او اشياء قد ما احتاجها او احيانا انه الاستاذ اريد يخربطني يعني يجيب لي انه معطيات بالسؤال يخليني داخل بيها ما اعرف هذا شنو لجد انطانيها شنو السبب بس مجرد انه الاستاذ اريد يشوف الطالب فاهم المادة الاولا يعرف يحل الاولا فليج دا اقول لكم انه قبل ما اتبل شون بحل اي مسألة من المسائل اشوف شنو المعطيات اللي عندي حتى يكون عندي الحل صحيح اول شي هو قايل عندي احسب حجم حامضة لخليك طيب مطلوب عندي الحجم الفيوانة سجلة انه المطلوب عندي المادة اجي اشوفها صالي بلو سائلة هي حامضة لخليك مادة سائلة عندنا على قوانين المادة السائلة اجي اشوفها شنو التركيز المطلوب مني مولاري لون لور مالي انطاني الوزن النوعي واحد بوينت اربعان نسبة المئوية ثمانين بالمئة في نص لتر انطاني هذا حجم نص لتر عياريته واحد نورمالي اذا القانون حددته القانون النورمالية في المادة السائلة في ميت مال زين هو منطيني حجمي شنو نص لتر شنو ميت مال خلنجي نطبق قوانين حتى نعرف اول شي اقول النورمالي تساوي الاسباسفك غرافتي في النسبة المئوية في الف على الاكويفلنت ويت ماشي الاسباسفك غرافتي هو منطينيها واحد بوينت اربعة النسبة المئوية انطانيها ثمانين بالمئة قسمها على ميت انطيني او بوينت ثماني في الف هي نزلت الاكويفلنت ويت عندي للحامض الخليك اللي هي الوزن الجزائي على عدد ذرات الهايدروجين القابلة للاحلال فالوزن الجزائي قسمنا على واحد ينطيني الستين طلعت النورمالية هاي النورمالية هي الانتو هي الانتو لان هو منطيني بالسؤال الانوان قايل لي واحد نورمالي اوكي طلعت الانتو اجي اطبقان ونتخفيف الانوان هي واحد هو انطاني اياها بالسؤال الفي وان هو قايل لي اسقلنا الانوان واحد هو منطيني اياها بالسؤال الفي وان هو قايل لي احسب حجم هو مجهول 18.66 هو ال-N2 بس انا طلعت من تطبيق هذا القانون سين اجي هنا ال-V2 هو اش قايل منطيني حجمين منطيني نسلتر عياريته ومنطيني ميت مال سين انا دائما الحجوم الدايش تغل بيها شن هي بالمال فهو منطيني حجمين فاني ليش داروا على بنسلتر طالما منطيني الحجم الثاني هو بالمال فاروح اخذ المية اطبق القانون راح انطيني اطلع الحجم الاول فلذلك انا هذا الحجم ما احتاجيته بحل المسألة مجرد انه انطانيها حتى ادوخني بي او حتى يشوفني انه انا شنو نشتغل بشنو نشتغل بوحدة المال فليش احنا دائما بالكيمياء التحليلية نركز على موضوع الوحدات لانه ما تعرف وحدة معينة او تخفل عنها فانه راح تختلف عليكهم امور او تغلط بحل مسائل هواي فلذلك انا ما احتاجت هذا الشيء لان انا اعرف الوحدة اللي دا اشتغل بها هي وحدة المال واللي دا احضر بها هي وحدة المال وهو منطيني حجمهم باللتر وبالمال فلذلك انا استغنيت عنه وراحت اختارية ابو المال في حالة انه ما كان منطيني هذي فراح افطر انه النص ملتر راح ااخذها واروح احولها للمل وبعد ذلك ان ادخلها بالسؤال اطبقها اوكي واعتبرها هي الحجم الثاني بس بما انه هو منطيني هنا فاني في غنى عن هذا الشيء ما راح احتاجها فهو مجرد منطينيها حتى يشوفني انه انا فاهم المسألة اعرف احلها لو ما اعرف احلها هذي بالنسبة لقوانين المالارية والنورمالية انا مارد ادوغكم اكثر هي قوانين بسيطة وهي تطبيق مباشر و اريدكم تقرون واللي صورت لكم اياها اكتبوا المسألة بيدكم وشوفوها وحاولوا انه تحلوها ايضا واذا عندكم اي سؤال فعالتليجرام ان شاء الله نبقى نتواصل واذا عندكم اي مساءل همين دزول اياها حتى هم احللكم اياها واشوفها وان شاء الله توفيق لكم